السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي أطفال مؤسسة الإيمان الخصوصية مرحبا بكم في درس جديد من مادة الاقتداء عنوان درسنا لهذا اليوم هو إسلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أهداف درسنا هي كالتالي أتعرف على أعظم امرأة في تاريخ الدعوة الإسلامية أحرص على إشاعة فضائلها على الإسلام أحبها وأقتدي بها أتعرف أول من أسلم من المؤمنات سألت عائشة جدتها عن أول من أسلم فقالت الجدة إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها اجلسي سأحكي لك عن مواقفها العظيمة فماذا حكت؟ خديجة بنت خويلد هي خديجة بنت خويلد بن أسيد بن عبد العزة بن قسي القرشية يلتقي نسبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد الخامس قسي بن كلاب كانت أقرب نساء النبي إليه في النسب وأمها هي فاطمة بنت زائد الأسم قرشية النسب كذلك ويلتقي نسبها مع النبي بجدها لؤي بن غالب وقد عرفت السيدة خديجة بنسبها الشريف فكانت أشرف نساء قريش نسبا وأكثرهن أموالا فكان والدها خويلد بن أسد من أشرافي ووجهاء قريش وقد عرفت السيدة خديجة بأخلاقها الرفيعة فقد سميت بالطاهرة في الجاهلية والإسلام وقد كانت عاقلة جليلة مصونة كريمة وقد عملت في التجارة وكانت تجارتها ذات ربح وفير وسمعة حسنة وجودة عالية وعرف عنها استقلالها في أموالها وتجارتها وحسن إدارتها للأمور واختيارها للرجال العاملين في تجارتهم إذ اتصفوا بالأمانة فقد وصلت تجارتها وسمعتها الحسنة إلى بلاد الشام وإلى عدد كبير من البلدان الأخرى وقد عرفت بإحسانها إلى الفقراء والمحتاجين فكانت بمثابة يد العون لهم كريمة في عطائها محسنة للناس جميعا وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأفضل الأخلاق وأكرمها وحين علمت السيدة خديجة رضي الله عنها بصدقه وأمانته وفطنته أرسلت إليه وعرضت عليه خروجه للتجارة بمالها على أن تعطيه أفضل مما تعطي لغيره فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج تاجرا بمالها مع غلام لها اسمه ميسرة وحين عودتهم من رحلة التجارة أخبرها غلامها بما رأى من الرسول صلى الله عليه وسلم من كرم الأخلاق وحسنها كما أنها رأت أمانة وبركة في أموالها لم ترها من قبل فأدركت أنذاك أنه الزوج المناسب لها وقد تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حسنة الخلق في تعاملها معه فكانت سيدة بيت النبي قبل وبعد بعتته إذ كان بيتها بيت الإسلام حينما بعت النبي عليه الصلاة والسلام فكانت السيدة خديجة أول من آمن بالله سبحانه وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام فقد صدقت بما جاء به من عند ربه فآمنت به وآزرته وخففت عنه ما ألم به ومن المواقف الشاهدة على ذلك وقفها إلى جانبه ومآزرته حين نزل عليه الوحي أول مرة بواسطة جبريل عليه السلام وأخبرها بما رأى في غار حراء وفي ذلك روى الإمام البخاري في صحيحه دخل على خديجة فقال لها زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي لفوني وغطوني فقال يا خديجة ما لي وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي أي خفت على نفسي فقالت له كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق فآمنت به وسدقته وكانت بذلك أول من أسلم وقد كانت رضي الله عنها نعمة زوجة في كل المواقف التي تعرض لها الرسول عليه الصلاة والسلام شرح المفردات جبريل هو الملك المكلف بالوحي وقد وردت لفظة زملوني زملوني بمعنى غطوني ولفوني تحمل الكل تحمل الكل بمعنى تساعد الضعيف تقر الضيف أي تكرم الضيف من خلال ما سبق نستشف بأن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت دعامة وسند الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت أول من أسلم وصدق برسالته عليه الصلاة والسلام إلى هنا يكون درسنا قد انتهى أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة والتي شملت حديثا مطولا ومفصلا عن السيرة الداتية لسيدة خديجة رضي الله عنها وكذلك أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم المواقف التي ساندت فيها السيدة خديجة الرسول عليه الصلاة والسلام في مسيرته شكرا على حسن إصغائكم أترككم على أمل اللقاء بكم في الحصة المقبلة إن شاء الله شكرا على الأ Bruxelles